بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم طلابي وطالباتي عبر قنوات عين Hello my students How are you today? All good? Great نبدأ الدرس لهذا اليوم المرحلة هي التأهيلية لصفوف التربية الفكرية الصف الثالث التأهيلي الفصل الدراسي الأول المادة لغة انجليزية وموضوع الدرس at the restaurant معكم إلهام الهوش Online class rules قوانين التعلم الإلكتروني Our class rules is قوانين الصف هي Looking eyes ننظر جيدا إلى الدرس Listening ears أذاننا تصغي وتستمع إلى ما يقال Quiet mouth نلتزم الهدوء حتى نستطيع التركيز والانتباه في هذا الدرس Helping hands نرفع أيدينا لطلب المساعدة ونقدم أيدي المساعدة لأصدقائنا عند الحاجة Lesson 6 is at the restaurant الدرس السادس بعنوان at the restaurant ماذا تعني كلمة restaurant 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 تعني مطعم مطعم وهذا الدرس بعنوان at the restaurant بمعنى في المطعم هدف هذا الدرس هو التعرف على كلمات نستطيع استخدامها باللغة الإنجليزية داخل المطعم لذلك سيكون الهدف العام لهذا الدرس The main objective After this lesson my students will be able to name the restaurant vocabulary مع انتهاء هذا الدرس سيتمكن طلابي وطالباتي من استخدام مصطلحات المطعم Learning objectives أهداف التدريس After this class or this lesson my students will be able to مع انتهاء هذا الدرس سيتمكن طلابي وطالباتي من التالي Name the words plate and glass تسمية الكلمات plate وتعني صحا and glass وتعني كأس Read the words plate and glass قراءة الكلمات plate وتعني صحا glass وتعني كأس and write the words plate and glass كتابة الكلمات plate وتعني صحا glass وتعني كأس أحسنتم Look at this picture ننظر معا لهذه الصورة فلنحاول وصف هذه الصورة ماذا نقول في هذه الصورة هذا الولد جالس أين في المطعم أحسنتم ماذا يوجد على الطاولة candle شمعة ماذا أيضا كيف نقول كأس باللغة الإنجليزية repeat after me glass 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 ماذا تعني كلمة كأس glass ماذا يوجد أيضا على الطاولة what is this أحسنتم صحا ماذا يسمى الصحا في اللغة الإنجليزية يسمى الصحا في اللغة الإنجليزية plate 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 great job one more time what is this what is this ماذا يسمى الصحا في اللغة الإنجليزية يسمى plate repeat after me plate 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 excellent what is this what is this ماذا يسمى الكأس باللغة الإنجليزية يسمى glass repeat after me glass 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 what is this in English glass what about this one ماذا يسمى الصحا باللغة الإنجليزية plate plate great job so glass plate glass plate glass plate great job أحسنتم الآن نفتح الكتب open the book page 416 صبحة 416 practice number one التمرين الأول listen and repeat ماذا تعني listen نستمع ماذا تعني repeat نردد نردد إذا نستمع ونردد practice one listen and repeat restaurant 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 glass 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 plate 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 great job أحسنتم إذن ماذا تعني كلمة restaurant 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 تعني مطعم هذه الكلمة تحتاج إلى تدريب في النطق repeat after me rest 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 restaurant 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 excellent restaurant رائعين glass plate great job أحسنتم practice number two التمرين الثاني draw a glass on the table ماذا تعني draw draw نرسم نرسم تعني نرسم draw a glass on the table ماذا نرسم أحسنتم نرسم كأس أين فوق الطاولة أما نرسم الكأس بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة سيكون هذا النشاط home work واجب منزلي practice number three التمرين الثالث صفحة 417 page 417 match ماذا تعني match نصل أحسنتم نصل الكلمات بالصور الكلمة الأولى restaurant ماذا تعني restaurant مطعم أحسنتم أين هي الصورة المناسبة لكلمة restaurant أحسنتم نصل بالصورة المناسبة الكلمة الثانية glass ماذا تعني كلمة glass هل تعني صحا أم كأس glass أحسنتم تعني كأس إذن نصل بالصورة المناسبة الكلمة الثالثة plate plate ماذا تعني كلمة plate صحا أحسنتم نصل بهذا الشكل هل انتهينا من هذا النشاط أحسنتم practice number four التمرين الرابع circle the correct word نرسم دائرة حول الكلمة الصحيحة والمناسبة ماذا نشاهد في هذه الصورة plate or glass plate or glass ماذا يسمى الكأس باللغة الإنجليزية plate or glass glass أحسنتم نرسم دائرة حول كلمة glass الصورة الثانية ماذا نشاهد في هذه الصورة plate or glass ماذا يسمى الصحا في اللغة الإنجليزية plate or glass plate أحسنتم so circle the word plate بهذه الطريقة هل انتهينا من هذا النشاط أحسنتم recommendations أو التوصيات do your homework من يتذكر ما هو الواجب المنزلي draw a glass on the table نرسم كأس فوق الطاولة practice نتدرب كيف نتدرب على هذا الدرس نطق الكلمات بطريقة صحيحة وهذا من أهم الأمور التي يجب التدريب عليها restaurant glass plate ماذا أيضا be prepared for the next class نستعد جيدا للدرس القادم سنركز على الكتابة بإذن الله and listen to an English language لا ننسى الاستماع إلى اللغة الإنجليزية درس اليوم all about the restaurant vocabulary حول كلمات المطعم شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم